السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقص من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر نبشر سكان الجنوب هذه المرة بأن درجات الحرارة القصوى سوف تشهد خفاضا محسوسا بداية من يوم الخميس حيث ستتراوح ما بين 32 إلى 37 درجة أما بالمدن الشمالية للوطن يبقى دائما الصفاء والاستقرار يميزها وهذا إلى غاية يوم السبت القادم بحول الله نستهل الآن نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي والتي توضح لنا دائما بقى بعض الصحب ملتسقة بمجمل المدن الشمالية للوطن غير أن الصفاء يبقى يخص باقي المدن الجنوبية من الوطن فيما يخص توقعات التقصص بحت يوم الأربعال أجواز تكون ربيعية مشمسة وصافية وهذا على المدن الساحلية الغربية والوسطى بعض الضباب الخافف أيضا يبقى دائما نمس نفس المناطق بالأقول بالمدن الساحلية الشرقية الأجواز ستكون من صافية إلى مغشات جزئيا بالمدن الداخلية الأجواز كذلك ستكون صافية إلى مغشات على مجمل المدن الداخلية للوطن بالجنوب الأجواز تكون صافية مشمسة على مجمل المناطق الجنوبية للوطن باستثناء بعض الصحب تبقى دائما تخص شمال الصحراء وحتى على الجنوب الغربي وكذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب زواب راملية أيضا تبقى تنشط دائما على شمال الصحراء الواحد وحتى على الجنوب الغربي وكذلك وسط الصحراء هذه الوطنية الجوية تبقى درجة حرارة الدنيا ستصل أقول إلى غاية 17 درجة بوهران 18 بالجزائر العاصمة 16 بعنابة 13 بالمدن الداخل 17 بشلف 13 بتلمسان معسكر 15 بتزوزو 10 ببيتنا 11 بصيف بالجنوب سيتم تسجيل 21 درجة ببشارة 20 بتندوف 24 بأدرى 27 بعين صلح 21 بورقلات 18 بالواد وتنتشك ذلك بتمنسق 27 بأقصى الجنوب بمنطقة عنجزام أما فيما يخص توقعات التقصى ظهيرة يوم الأربعاء الأجوى ستكون صافية مشمسة وهذا على المدن الساحلية الغربية والوسطى لكن تبقى بعض الصحب دائما تخص المدن الساحلية الشرقية للوطن بعض الرعود المنعزلة تبقى دائما تخص مرتفعة داخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية بالجنوب الأجواء تبقى دايما مشمسة وصافية على مجمل المناطق الجنوبية باستثناء بعض الصحب تبقى دايما تخص شمال الصحراء وحتى على الجنوب الغربي ووسط الصحراء زواب عملية أيضا تبقى تشد دايما على شمال الصحراء الوحاة الجنوب الغربي وحتى وسط الصحراء هذه الوضعية الجوبيات ترفقها درجة حرارة قصوى ستكون فصلية حيث استقدر بـ 26 درجة بعنابة ووهران 28 درجة نسجلها بالجزيرة العاصمة 24 بتلمسان جلفة وكذلك باتنا ووسط 29 بمعسكر وقلمة 27 بقسنطينة بالجنوب سيتم تسجيل 38 درجة بتيندوف 33 ببشار 40 بأدرار 49 بعنصرح 36 درجة 38 37 بورقلا 32 درجة بالوات 47 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عينقزام نمر الآن إلى إطلالة خفيفة على السواحل الوطنية حيث سيكون البحر بداية من سواحل بنصف نحو ورن مصغام سيكون بحر قليل اضطراب وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة أما من سواحل مدينة تيبازا نحو جزائر العاصمة بومردس بيجا جيجي سيكون بحر قليل اضطراب وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سرعتها كذلك ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة أما من سواحل شرق مدينة سكيكدا نحو عنابة إلى غاية القالة سيكون بحر جميل وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة كالعادة ننهي نشاطنا الجوية بالمعلومات الفلاكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن هذا ما كان لدينا لحد الساعة مشاهدين الكرام دونتم في رعاية له وحفظه السلام عليكم